مش عارفة أقول إيه بصوا عشان أنا هتكلم دلوقتي في موضوع يخصني أنا الحقيقة شخصية وأنا يمكن من المزيعات وأبتدي يعني أجزم بده إن أنا من القلائل جدا اللي بتطلع تتكلم عن نفسها أو تطلع تسوق لنفسها أنا مش من المزيعين أو المزيعات دول تماما على الإطلاق والحقيقة فيه ناس كتيرة جدا ما تعرفش عني حاجات كتير أنا أنا بتكلم ليه في الموضوع ده النهاردة لإنه بقى فيك قوي وبقى منتشر قوي وعليه لغة كبير جدا والحقيقة اللي حصل النهاردة كان لازم أطلع وتكلم ورد لإن مش أول مرة تحصل أنا في أكاونت فيك مش حقيقي في ناس كتيرة جدا مستنيها تسمع الكلمتين دول الأكاونت الفيك ده قدام حضراتكم دلوقتي حاطت اسمي وسورتي على تويتر بالأخص وبيكلم صاحبه وعلى إنه سهام صالح أنا الحقيقة يعني أكدت ده أكتر من مرة سواء على رسائل خاصة الناس اللي بتبعاتلي بحاول أن أنا أرد عليك أنا فيه ناس كتيرة جدا جدا بتبعاتلي أنا الحقيقة يا جماعة ما عنديش أي حساب على تويتر ومعرفش تويتر ده بيشتغل إزاي ما عنديش أي حساب على تويتر أنا حسابي رسمي على إنستجرام متوسق قريب حسابي على فيسبوك البيج الكبيرة بوصقها دلوقتي والتوثيق ده في الطريق إنما النهاردة حد يطلع ويتكلم بالثاني على تويتر ويتكلم وزي ما بيكان كاتب النهاردة إنه النهاردة بيهاجم لعبة الأهلي ونهاردة رجل المباراة والشناوي وهاجم فرقاتنا للأسف ده شخص مش زكي لأنه بيهاجم الأهلي وبينتقد الفريق بعد مباراة الاتحاد أمبرح الحقيقة وده أنا لا يمكن أعمله أنا أهلوية من زمان ولما كنت في أم بي سي مصر كان ده معروف عني وكنت بأنتقد وكانوا دايما يقولوا لي لازم تكوني حيادية وأنا دايما مع فكرة إنه الإنسان أو المرء في حكمة تقولك إيه المرء لا يستطيع أن يفلت من انحيازاته الأولى أنا تولدت أهلوية وأنا شايفة أنه ما فيش حاجة تمنع أن تقول يعني حاجة تقول أن أنا ما أعلنش انتمائي أو أعلن انحيازي طالما أنا بتكلم عن الطرف الآخر بكل احترام وكل تقدير وكل إنصاف ما فيش حد يقدر يجي يقول لي أنت بتقول أن أنت أهلوية ليه أو بتشتغلي في قناة الأهلي ليه ما فيش حد يقدر أو حد يقدر ينتقدني أو يهاجمني أنا الحمد لله لمزيعة بتحب الشو ولا بحب أن أنا يتصلت علي الضوء علشان بس الناس تتكلم عني أنا في حاجات كتيرة جدا عدت علي كان ممكن تطلعني تريند أول مبارح مش مبارح الموضوع قال لي بالك والك يا كابتن هاي الموضوع اللي أي حد عايز يطلع تريند أنا من الناس الأولية جدا اللي لا بتتاجر بحياتها الشخصية ولا بحياتها العملية ولا أطلع أقول ده عمل فيه أو حياتي تكون مشاعل الناس أنا مش من الناس دي أنا بتكلم بصفة يسيهم صالح اللي مش موزيعة اللي مش موزيعة يعني خارج نطاق العمل أنا بقول الكلام ده للناس اللي ما تعرفنيش الناس اللي تعرفني عارفة الكلام ده كويس عني قوي وعارفة أن أنا لما بدخل أي مكان أشتغل به فيه بشتغل بالسلي بتاعي أنا لا محسوبة على أشخاص ولا محسوبة على شلة ولا محسوبة الحمد لله على حد خالص والحقيقة أنه كابتن وليد صلاح الدين برضو يعني دخل يرد على الأكاونت ودخل يقول لك بقى ما ينفعش أن سام صالح في قناة النادي الأهلي تعمل كده على حسابها على تويتر ترجمة نانسي قنقر